بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفقنا نحن نتعرف على الديميشنز الديميشنز اللي هي وحدات القياس اللي بنقسم بها الهجام الديميشنز ببساطة جدا في عندي كزا يونت اف ميجرمت طبعا معروف جدا جدا ان الوحدة الاساسية للقياس هي البيكسل خلينا واغدين قاعدة ان البيكسل هو الاساس لكن في الاندرويد عندنا كزا حاجة نقدر نقص بها ديستانس او سايز في الكنترولز او الكمبوننتز بتاعته او الحاجة كلها هحاول نلمو بقول لكل واحدة ببساطة ايه رغم من ايه اتفقنا ان البيكسل هو الاساسي البيكسل اللي هو الاسم البيكسل دايما ده الطبيعي ده ده البيكسل بتاعت الاردوير العادية جدا وطبعا النقطة دي النقطة اللي تبقى على الشاشة دي بتبقى على حسب طبعا الريزوليوشن وحسب الديفايس والكلام تكون فده بتختلف على حسب الديفايس ودقته في منه بقى حاجة اسمها انش وحاجة اسمها ام ام الانش اللي هو الانش والام ام اللي هو المليمتر خلاص الاثنين على حسب الصيز بتاع الاسكرين الاثنين دول الانشات والمليمتر ده بيبقى على حسب ايه هذا طبعا معروف طبعا معروف طبعا الابعابط طبعا معروف طبعا مقصوب بها قياس حجم الاسكرين فبيتأس بالنسبة لحجم الاسكرين هناك شيء اسمه Pt الانش 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 1 على 72 من الانش الانش قريبا لكن هذا طبعا يزدع على الحجم الحقيقي للشاشة فتاخذ انتبار الحجم الحقيقي من الشاشة بالانش فبتقيس تبقى للفكرة دي بس الـ point أقل شوية بنشتغل بينه الـ DIP أو الـ DP خلاص هو الـ Denicity Independent Pixel فكرته كله إيه؟ الـ One DIP الوحدة بتبقى بيكسل في الشاشات الـ Resolution بتاعها بيوصل 160 DPI لو الشاشات بتاعها لو الشاشة اللي سكرينة وصل لـ 320 DPI اللي سكرين هتبقى تقريبا الـ DIP هتبقى عاملة اثنين بيكسل كده تقريبا يعني يعني بيحط في الاعتبار الـ Resolution بتاع الشاشة عشان ما نعيش لغبك كتير هو الموضوع بسيط هنالما في غالب اغلب الاستخدامات لكن خلينا اقول لك يعني ايه بيكسل قلنا يعني انش او ملميتر قلنا يعني ايه point وعرفنا الـ DIP اللي هي Denicity Independent A بيكسل وانا دي بيتبقى واقفة على فكرة الـ Resolution بتاع الـ Screen وقد ايه بيعبر عن بيكسل الـ Sb وهي بالضبط DIP عادي جدا بس نستخدمها دائما في الفونت ليه نستخدمها في الفونت عشان لو الـ User في الـ Setting مكبر الفونت او مصغر الفونت الـ Sb بيحس بالكلام ده ويكبر ويصغر طبقا للـ A طبقا للـ Preference او طبقا للـ Setting اللي عملها الـ User على العدة يبقى لو رجعنا كله 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 يبقى لدينا بيكسل الاصل عند الـ Inch على حسب حجم الشاشة والمليمتر وعند الـ Point هو جزء شوية في الـ Inch عشان Inch طبعا نقول لي الموبايل بتاع 5 Inch ويشمعونها اقول لك الـ Point بالـ 1 و 2 ويبقى خمسة ويبقى خلاص كانت موبايل خلاص فبنأخذ حاجة أقل منه اللي اسمها Point اللي هي 71 وفي عندنا الـ DIP وقالنا الـ DIP ويبقى بيشتغل مع الفونتس عشان لو ما يكون اليوزر عامل أي سننج في الفونتس وتسمع معنا على طول في الايه في الـ Application دي كانت بسرعة الـ Dimensions اللي بنستخدمها دائما فيه الـ Android والأبعاد والـ Sizes بتاعة الـ Controls والـ Components بتاعتهم